أكيد دائما معكم متابعينا ومشاهدينا أولا بأول كل الشكر لزملائنا معاوي رياشي ومحمد نسور وكل الزملاء في الميدان اللي دائما نتابعوا أولا بأول كل ما هو جديد وجميل ونروج لبلدنا وجمال الأردن رح نروح مرة ثانية رنده مباشرة للرالي وعبد الرحمن الجدفات صباح الخير عبد الرحمن مرة ثانية الصبحك بالخير حازم وصبح رنده أيضا بالخير رجعنا لكم مرة جديدة يعني زي ما بنشوف خلفنا متسابق أردني حاب يبين العدات والتقاليد والأرث اللي دائما نتمسك فيه يعني زي ما كان قبل شوي صباح الوطن دائما احنا متمسكين بالعدات والتقاليد اللي توارثناها عن أبائنا وأجدادنا وزي ما بنشوف هذا أرث أردني دائما نفتخر فيه اليوم أحد المتسابقين حط الخيمة حتى تبين الأرث والتقاليد الأردنية اليوم بنحكي عن الرالي الرالي هو عبارة عن منتج سياحي أيضا يروج للأردن يعني اليوم احنا بيأخفض بقعة على وجه الأرض اللي هي البحر الميت والبحر الميت يعتبر من أجمل المناطق ويعني فيه نسبة أكسجين عالية اليوم رح يكون معنا مدير ساحة الصيانة حتى يحكي لنا أكثر عن الصيانة والإجراءات فضل سيدي يعطيك العابي صباحك أول إشي ويسعد صباح جميع المشاهدين تلفزيوني الأردني احنا اليوم زي ما أنتم عارفين موجودين بساحة الصيانة في منطقة البحر الميت إن شاء الله الرالي انطلق صباحا ورح يستمر على مدة يومين المدة اليوم الجمعة وليوم السبت زي ما أنت شايف إحنا اليوم موجودين في منطقة الصيانة رح تيجي عندنا بلش السيارات كمان شوي من المراحل من ضمن المراحل رح نبلش بالريغروبينج بعدها رح يصير عندنا هنا بهاي الخيمة اللي هو السيرفيسين رح تنتخل السيارات على هاي المنطقة رح تعمل صيانة لمدة نصف ساعة بعدها رح تعمل سيرفيس آوت تنتقل جهة المقابلة لساحة الصيانة رح يكون فيها تزويد للبنزين ثم الانتقال الجزء الثاني من المراحل لهذا اليوم تمام احنا بنحكي الآن عن البحر الميت درجات حرارة عالية وأكيد يعني المتسابقين بيأقدوا أنه لازم يكون حتى يتسازوا هاي المراحل وهالصعوبة وهالتضاريس يعني هاي تعتبر بونس لسي بي تباحهم تحكينا أكثر عن الأجواء والتعامل اللي موجود داخل البحر الميت أكيد إحنا اليوم زي ما أنا حكيت لك موجودين بالرالي الدولي إحدى المراحل على الشرق الأوسط على الانتداد السنية كاملة اللي بميز الأردن ارتفاع درجة الحرارة في منطقة البحر الميت لأنها أخفض بوقع في العالم وهذا الإشي بيكون في عليه صعوبات عند الصائق والدرايفر والكو درايفر تبعه بسبب ارتفاع درجة الحرارة فهذا الإشي بيأثر عليهم أكيد داخل المراحل عشان حمل متور السيارة بيكون برضو عندهم عالي مع منطقة تضاريصها كمان برضو تفاع درجة الحرارة هذا بأثر عليهم كل يأتهم بشكل عام من خلال متسابقين أكيد بتسمع كلام جميل عن الأردن شو مثل إيش اسمعت يعني إحنا عنا يعني متسابقين عرب وأجانب تحكينا أكثر كيف مدحوا بالأردن وبتضاريصها وبأجواءها أكيد أكيد إحنا اليوم مشارك معنا من عدة دول عربية عندنا من دولة قطر عندنا من دولة عمان وأكيد عندنا مشاركة كبيرة من دولة الأردن اللي بميز دولة الأردن هنا زي ما حكيت لك هي أخفض بقعة في العالم هاي المنطقة البحر تبحث جدا جميل وزي ما أنتعارف هو البحر الميت ما فيه أي حياة سمكية تحكينا أكثر عن الخط سير الرالي يعني إحنا زي ما بنعرف من هون بلش نعم تحكينا الخطة اللي هي تبعت سير الرالي تمام اليوم إحنا بلشنا على الساعة 9 ونص صباحا انطلقت أول سيارة عندنا من ساحة الصيانة انطلقت على المراحل اللي اليوم رح يكون عندنا في أربع مراحل وإن شاء الله بكرة كمان رح يكون عندنا في أربع مراحل من ضمنها مرحلة نهر الأردن ومرحلة بحاد وفي أكثر من مرحلة أكيد طبعا أي شخص بيحب يكون مهتم أنه ينزل يحضر المراحل هادي رح يتابع الصفحة الرسمية الأردنية رات السيارات على مواقع التواصل الاجتماعي رح يكون موجود عليها كل التفاصيل المناطق الجمهور اللي ممكن يحضروا عليها أنا أكيد يعني كمان في عندنا مرحلة اليوم على الساعة تقريبا تكون أربعة رح تكون على المطلة على البحر مباشرة مرحلة الددسي مرحلة كثير حلوة قريبة ممكن يشوفوها الشباب كلياتهم والناس المهتمين في عالم رياضة السيارات بنزل عليها بشكل مباشر ممكن أن يشوفها نحن بدنا نشكرك وكيد يعني زي ما بيستعرض لنا الزميل محمد مبيضين بيت الشعر اللي ورانا الله يعافيك وكيد يعني هون بالرالي الأردن كمان تحديدا على السلام العام أهم إشي السلامة العامة الموجودة داخل الرالي أكيد إحنا بنهتم بسلامة كل المتسابقين يعني من خلال تيم كامل يعطيك العافية يعطيك ألف عافية نحب نشكر التلفزيون الأردن أول إشي وسموه الأمير فيصل لأنه أعطانا هاي الفرصة اللي صارت بالأردن بالرالي الجميل هذا الرالي الدولي أنا أحمد لانطاكي مدير السلامة العامة في هذا الرالي طبعا إحنا دائما منشرف على يكون فيه سلامة عالية بالرالي خصوصا أنه زي ما حضرتك تفضلت بالمحر الميت درجة الحرارة مرات بتكون عالية جدا وهذا بيأثر على ماتور السيارة بيأثر على الزيت بيأثر على طريقة تبريد السيارة فممكن يصير عندك أي خطر في أي لحظة وبرضو زي ما تفضل زميلي بشار في عندك منطقة الرفيولينج اللي بيكون فيها نوع البنزين إيثانول إيثانول سهل الاشتعال جدا فعندها نسبة خطورة عالية وأنا من منصبي طبعا أنا والشباب والفريق اللي معاي دائما منحافظ على السلامة ومنشرف أنه كل حدا يكون بخير من المتصابقين والمشاركين من فرق سيانة من أشخاص طبعا إحنا بدنا نشكرك وأيضا بدنا نحكي إحنا اليوم بنشوف الدفاع المدني والأجهزة الأمنية كلها موجودة داخل رالي الأردن حتى يأمنوا حماية كل المتصابقين كل الزوار وأكيد يعني الأردن دائما جميل بأهله وناسه واستقبال أكيد زواره إحنا بننصح كل اللي قاعد يتابعنا الآن يجعل البحر الميت ورح تستمر الفعاليات للساعة الخامسة أو خمسة خمسة ونص رح تكون في فعاليات جدا جميلة لكل اللي حاب أو هاوي للرالي يجي وتفرج على هالإفنت الجميل وأكيد بدنا نحكي يعني شكرا لكل الطواقم الموجودة داخل الرالي يعني لتأمينهم سلامة كل المتصابقين وأيضا إحنا بدنا نقول لكم زملائنا بالقناة الرياضية على مدار الساعة مستمرين ببث مباشر من الرالي الأردن أكيد أحمد الخلائلة وليد أبغانم كل الشباب متواجدين داخل الرالي حتى يحطوكم بالتطورات أول بأول رجع إليك حازم ورندى لاستكمال فقراتكم ويسعد صباح كل من يتابع برنامج جساد صباحك شكرا